اسمع الحكاية واحفظ الآية والشاهدة بسم الآيب والابن والروح قدس إلها واحد أمين قصة النهاردة حصلت في أيام الأنبأ إيسيزوروس من مستن الرهبان قصة حقيقة بتورينا أهمية إنسان ما يكسلش عن الصلاة كان الأنبأ إيسيزوروس عينيه مفتوحة لما يعدي على إلا يتراهب يشوف الشياطين ويشوف الملايكة فعدي على واحد من الرهبان شاف قدام ألايته الشياطين عمالة تتنطط وتضحك وتستعزق ففهم إن هذا الراهب مقصر فيه صلواته جدا فحزن عليه قوي فبعد ما دخل الكنيسة رجع ميل على الراهب ده وخبط عليه والأنبأ إيسيزوروس ده كان يعني حاجة كبيرة قوي في البرية قصة يسموه قصة القلالي كان هو اللي بيعمل لهم الأداس فقال كلهم رهبان مش معهم كهنود فقال له أنبأ إيسيزوروس بنفسه جايلي أهلا وسهلا قال له الحقيقة أنا عادي دردش معاه وانت عامل إيه وقال له أنا بصراحة في ضيقة شديدة جدا ده الأنبأ إيسيزوروس بيكلم الراهب الصغير قال له أنا في ضيقة شديدة جدا ومتدايق وعايزك تصليلي فالراهب في سره قال أنا أصلي للأنبأ إيسيزوروس يعني أنبأ إيسيزوروس ده قديس كبير أو أنا اللي أصليه ده أنا أصلا ما بصليش فقال له مش هسيبك غير لما تبعدني ان انت تصليلي والح عليه ففي الاخر من اجل الاحراج قال له خلاص اوعدك ان انا زيك قال له تصليلي كل يوم مدة محددة كده واتفق معها على وقت معين كل يوم وكان الانبأ الزرس يقصد انه لما يخليه صليله هو يفوق ويصلي نفسه وفعلا الرهب ده بدأ يصلي وهو كان سابس صلاة من زمان خالص فهو بيصلي الانبأ الزرس يصلي كده يقول له رب يخليك مع الانبأ الزرس وبعدين يتحكي ويقول مع نفسه انا بصلي الانبأ الزرس هو مين يصلي المين زي ما كده انت مثلا تصلي لبابا كولوس فتقول هو مين يصلي المين فابتدى يصلي وبعدين يصلي لنفسه على قد ما يصلي للانبأ الزرس حسب الوقت اللي اتفق معا عليه يصلي لنفسه شوية وابتدى يعمل كده كل يوم بعد فترة عدى عليه الانبأ الزرس من برة شاف الشياطين وقفة بس مش بتتحرك وتضحك وتهيز زين في الأول بس لسه موجودة فدخل عليه وقال له من أجل المسيح أنا ارتحت قوي بصلوتك والديقة بتاعتي أحسن كتير بس لازم توعدني تضاعف وقت الصلاة عشان خطر قال له يا أبا إيسي سورس أنا يعني مش قادر قال له لازم وألحى عليه قال له خلاص حاضر وضاعف وقت الصلاة أما ضاعف وقت الصلاة ضاعف وقت الصلاة اللي هو بيصلي لنفسه زي ما قد وقت الأن بس دوسه قد وقت نفسه وفعلا بدأ يصلي وابتدى الراهب دا يستعيد صلاته مع ربنا ويحس إنه كان مكسل وابتدى يحب الصلاة بعد كده الأن بأيس زورس عدى لقى الشياطين موجودة بعيد شوية ومكشرة ومتغازة جدا من الأن بأيس زورس فدخل للراهب وقال له أنا أحسن كتير بس وعدني بقى أنك تضاعف المدة كمان قال له كمان وتحت إلحاح وافق وفعلا طول في صلاته لغاية ما عدى الأن بأيس زورس ومرة لقى الشياطين بعيد خالص ومتغازة وبتشاور على الأن بأيس زورس وتقول هو دا اللي يعني ضيع من الراهب دا فدخل وقال له أنا ارتحت كتير أرجوك تستمر في صلاتك وما تكسلش عن الصلاة نحفظ الآية اسهروا وصلوا لعلا تدخلوا في تجربة أما الروح فناشيط وأما الجسد فضعيف متى 26 و41 اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف متى 26.41 اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف متى 26.41